ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القسم عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرئيس الأعلى لمجمع اللغة العربية بشارقة صباح اليوم اجتماع مجلس أمناء المجمع في مقره بالمدينة الجامعية وأشهد سموه خلال الاجتماع بما حققه المجمع من إنجازات خلال السنة في مختلف البرامج والمبادرات التي يعمل عليها والتي تكللت جهودها بالنجاح في إنجاز واحد وثلاثين مجلدا جديدا للمعجم التاريخي للغة العربية إضافة إلى تعزيز مساعي الحفاظ على اللغة وتمكين المتحدثين بها وثمنا سموه جهود أعضاء مجلس الأمناء في دعم أعمال المجمع ورؤيتهم النيرة التي تخدم أهداف المجمع وتسهم في تحسين أعماله وتجويدها واستعرض المجلس خلال الاجتماع أهم الإحصائيات الخاصة بأعداد الجذور والمداخل والعملين على المعجم التاريخي والذين فاق عددهم الخمسمائة كما تناول المجلس أهم الفعاليات التي نفذها المجمع خلال العام وأهم التوصيات التي خرج بها مؤتمر دراسات اللغة العربية في أوروبا الذي عقد خلال اليومين الماضيين وأناقش خطط برامج ومشاريع المجمع المقترحة للعام المقبل